في كل زيارة لمطقة الفسطات بتساءل دايماً عن السر اللي خل الفسطات بالذات بهذه الأهمية على مدى تاريخ مصر القديم والحديث منطقة عجيبة بتتجمع عندها كل حضرات مصر وفي كل مكان فيها قطعة من التاريخ ولهذا السبب الفسطات هي المنطقة الوحيدة اللي أطلق المصريون عليها اسم مصر والغاية النهاردة بنسميها مصر الأديمة السنة اللي فاتت كانت الفسطات قبلة لأنزار العالم وكتبت اسمها مرة أخرى في التاريخ وأصبحت على خريطة السياحة العالمية بعد ما أقيم فيها متحف الحضارة الرائع اللي بيضم ملامح من كل الحضارات اللي عدت على مصر من الفرعونية والأغريقية والرومانية إلى فترات حكم الطولينيين والفاطميين والمماليك وحتى أسرة محمد علي النهاردة وإحنا جايين المتحف كان شغلني سؤال مهم ليه تم اختيار الفسطات بالذات عشان تكون المستقر الأخير لأعظم ملوك مصر الأديمة وليه متحف بهذه الأهمية العالمية يكون في هذا المكان أسئلة تانية كتير حتكون في حديثنا النهاردة من المصر الأديمة من الفسطات مع المسؤول الأول عن هذا المتحف الدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية هو وجه معروف على المستوى الدولي كان مستشار ثقافي لمصر في ألمانيا والنمسا ومستشار للعديد من المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وهو في الأساس خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية